تحفيز الاستثمار في القارة السمراء فقد انطلقت فعاليات مؤتمر إفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان استثمر في إفريقيا وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة عدد من قادة ورؤساء وحكومات ووزراء الدول الإفريقية وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية ونحو 2000 من رجال الأعمال المصريين والأفارقة والأجانب كان رئيس قد دعى شركاء إفريقيا للاستفادة من فروس الاستثمار الموجودة بالقارة مؤكدا في كلمته على الموقع الرسمي للمؤتمر أن التنمية المستدامة تشكل ضرورا للشعب الإفريقية وسيتم تحقيقها بمزيد من التعاون وحشد الجهود وتعزيز التجارة والاستثمار وتشجيع القطاع الخاص دون إخفال أهمية توفر إرادة سياسية صادقة تدعم وتساند جميع جهود الإصلاح نلتقي اليوم في مؤتمر إفريقيا 2019 الاستثمار من أجل إفريقيا لنبحث سويا ما بدأناه قبل سنوات من جهد وعمل مشترك نتطلع من خلاله أن نحقق لشعوبنا ولدولنا التنمية المنشودة تنمية تتجاوز تحديات نعلمها جيدا